يا حج محمود انت فكاهين عايز تعمل دعاية روح لمطبعة تطبع لك ورقتين توزعهم بعد صلاة الجمعة لكن احنا شركة اعلانات كبيرة اعلانات تلفزيون يعني هي الفاكهة شوعتي ملحاش نفس تطلع في التلفزيون ليه عايز تعمل اعلانات للفاكهة في التلفزيون انا بدي الناس يرجع يأكلوا الفاكهة تاني زي زمان بدي رجع للكاكة كرامتها وللحرنكة الشرفة بدي المانجة ما تبتكلش تاني لحم وتنري من بزر بدي الناس يهملوا يهملوا العصير والبودرة الماسخة اللي بقيت موجودة في كل بيت دي كيه كيه فور الحمودة فلوت بياخد الفاكهة يجلجي متها ويحطها بكياس لكن الفاكهة مليحة يا ناس الفاكهة مليحة يا ناس الفاكهة مليحة يا ناس بس ليه موظم قولي يا حج محمود انت عامل ميزانية قد ايه للموضوع ده انا مش هقولك خش على عيالك بالمانجة عشان هينبسطه ولا هقولك ان في سبعين طريقة لأكل المانجة هتلاقيها في الكتاب اللي بيتوزع مع الكيس لان كل واحد هيكلها بطريقته انا هقولك حاجة واحدة بس كل مانجة الفاكهة مليحة الفاكهة مليحة يا ناس بتعاني من صعوبة في تأشير البرتقان بتحط خطط لتأشير البرتقان بتفشل في النهاية وبتفشل كل مرة والان اليوستفاندي الفاكهة اللي بتديك مزايا البرتقان من غير عيوبه بتأشيره بسهولة مش بس كده وكمان بتعمل اشرته طبق بتحط فيه البزر اليوستفاندي لانك تستحق الأفضل كل فاكهة مليحة يا ناس حبق معاكو كل كاكهة انا عايزة اتجوز اللي انا بحبه كل كاكهة بابا انا عايزة ترسش هنسافره مع صحابه كل كاكهة والان تحد للجميع وكل كاكهة كل كاكهة واستمتع بالحياة الفاكهة مليحة يا ناس احنا ممكن نعمل لحضرتك حاملة زي دي بالظبط وتكون مضمونة مية في المية وانا متأكد ان حملة حضرتك هتكون احسن واقوى لو حضرتك اديتنا الاوكيك خلاص اوكي خلاص اوكي موسيقى موسيقى موسيقى